احتل موضوع الصورة البيهنية أهمية كبيرة في تحديد رضا الضيف أو السائح عن مستوى كفاءة الخدمات المعروضة للبيع فالصورة البيهنية المطابقة لمواصفات المنتج أو الخدمة السياحية تعني أنه إحنا حققنا درجة عالية من التوافق بين المميزات الموجودة بهذا الموقع السياحي وبين الحاجات اللي يبحث عنها السائح إذن السائح يبحث عن أمور محددة يعني تشبع حاجاته أو رغبته أو دافعه في السفر وزيارة مثل هذا الموقع أو المكان السياحي والصورة الذهنية هي معناتها الحدث أو التصور اللي ينبنى في ذاكرة الضيف قبل ما يشتري الخدمة أو المنتج السياحي فالضيف قبل ما يجي عنده تصور مسبق عن والله مثلا المطعم تبع الفندق الفلعني وسرعة تقديم الخدمة وقدرة الطاقم العمل الموجود في الفندق على تقديم الخدمة للضيف في فترة وجيزة جدا ومحاولة تقديم الخدمة له وفق توقعاته المسبقة هنا نحن نجحنا في بناء الصورة الذهنية الجيدة لدى السائح أو لدى الزبون نجي الآن للصورة الذهنية ومستوياتها في رضا الضيف هناك ثلاث مستويات للصورة الذهنية المستوى الأول هو ما يطمح الضيف للحصول عليه من خدمات ومنتجات سياحية ويسمى هذا المنتج أو المستوى فون بالحاجة الحقيقية لأنه المنتج الرئيسي يعتبر هو المحفز القوي والأساسي للشراء من عدمه المستوى الثاني هو اللي يمكن أن يحصل عليه الفرد من خدمات ملموسة أو يمكن أن يحس فيه مثل نوعية طبق الطعام شعبية المطعم الموجود بهذا الفندق درجة الأمان فهذه الأشياء يشعر فيها الضيف المستوى الثالث من بناء الصور الذهنية أو مستويات الصور الذهنية اللي هي الظروف البيئية والطبيعية المسؤولة عن تحديد فترة بقاء هذا الضيف في هذا الفندق لفترة أطول لفترة أقصر فإذا الضيف شعر أنه والله مثلاً هذه الغرفة مطلة على مكان جيد الموسم اللي يزار فيه هذه المنطقة موسم جداً جميل الجو فيه جداً عليل فقد تساعد هذه الظروف البيئية والطبيعية على بناء أيضاً صورة ذهنية جيدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر